السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الرابع الابتدائي مرحبا بكم معكم أستاذ محمد صبري معلم العلوم للصف الرابع وبداية الفصل الدراسي الثاني الفضاء هذه صورة لكوكب الأرض من الفضاء الخارجي تقدم لنا مركبات الفضاء صورا عن الكون وأجرامه النظام الشمسي والفضاء قال تعالى وصخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون مفردات الفكرة العامة المضار والمصار الدائري أو شبه الدائري الذي يستكه الجسم المتحرك حول جسم آخر ليكمل دورة كاملة دورة الأرض اليومية هي حركة الأرض حول محورها وتستغرق يوما واحدا أطوار القمر التغير الظاهري في شكل القمر النظام الشمسي الشمس وجميع الأجرام التي تدور حولها الكوكب هو جار مكروي كبير يدور حول الشمس المذنب وكتلة كبيرة من الجليد والسخور والغبار تدور حول الشمس الدرس الأول الأرض والشمس والقمر نظر وتسأل تطلع الشمس كل يوم من ناحية الشرق في الصباح وتغيب من ناحية الغرب عند المساء هل تتحرك الشمس فعلا في السماء كما نرى؟ هل تتحرك الأرض؟ الإجابة الشمس لا تتحرك في السماء تدور الأرض حول محورها تبدو الشمس كأنها تتحرك فهذه هي الحركة الظاهرية ما سبب حدوث الليل والنهار؟ كيف يمكن أن يكون الوقت أصرا في المملكة العربية السعودية وليلا في استراليا؟ الجواب أن الأرض تتحرك وتغطط الناس قديما أن الأرض سابتة وأن الشمس تدور حولها نحن نعلم أن الأرض تتحرك حول الشمس تدور الأرض باستمرار حول الشمس وتدور أيضا حول محورها المحور هو خط حقيقي أو مهوم يدور حول الجسم ويمثل الخط المتقطع في الشكل أدنى محور الأرض هو خط وهمي يصل بين القطبين الشمالي والجنوبي للأرض تتم الأرض دورة كاملة حول محورها كل يوم وتسمى هذه الدورة الدورة الأرضية اليومية وتتم في 24 ساعة نحظينا هذه أشعة الشمس في القطب الجنوبي والقطب الشمالي هذه المحور معنا وهذه خطيه للسواء اقرأ الشكل ما المناطق التي تشهد الليل لاحقا؟ طبعا باقي أجزاء قارة أفريقيا الحركة الذهرية تدور الأرض بالستمرار حول محورها مما يجعلنا نحن سكان الأرض نرى باستمرار أجزاء مختلفة من السماء وتبدو لنا أجرام السمائية وكأنها هي التي تتحرك حول الأرض وهذا ما يحدث أيضا للشمس فيتبدو لنا بين الشروق والغروب في أثناء اليوم وكأنها هي التي تتحرك هذه الحركة التي تبدو لنا تسمى الحركة الظاهرية للشمس في أثناء طوران الأرض حول محورها